ميسان ما حطتنا التالية اليوم رح نحكي فيها عن تقويم الأداء أو ما يعرف بمراجعة الأداء وتقويم الموظف ويعد تقويم الأداء جزء من التطوير الوظيفي هي عملية منهجية دورية لضبط الانتاجية للموظف لنتعرف أكثر على هذه العملية بسرنا أن نرحب بضيفنا بمدرب التنمية رواد نعم أهلا وسهلا فيك رواد يهلا وسهلا فيكم سهلا صباحكم صباح الخير رواد رواد يمكن إحنا كتير في مفاهيم منقرأ عنا بس ما كتير منعرف شو معناتها يا هلا حكينا مقدمة عامة عن تقويم الأداء لكن شو المقصود فيها بطريقة علمية أكتر تقيم الأداء وعملية بالأحرى تقويم الأداء هي خلينا نقول ثلاث مراحل أول مرحلة هي المدير نفسه بيحاول يقيم أداء الموظف ويحاول يحطوه أو يحطوه علامة ضمن معايير معينة موضوع أساسية لتقييم الموظف حسب طبيعة عمله وحسب وظيفه ثاني عملية هي إيصال هذه النتيجة عن طريق مقابلة أو عن طريق الإجتماع بسيط بدت تقريمة التراوح لمصف ساعة لحاول يراجعوا فيها ليش عطاه العلامة وش الأسباب آخر مرحلة المرحلة المهمة اللي حكيتوها مثل ما قلتوه تطوير أداء الموظف يوضع خطة لتطوير أداء الموظف على مدار السنة اللي بعدها هذا الهدف من التقييم طبعاً هذا الهدف من التقييم ما هدف هو وقت أقول له الموظف أنت كنت سيئ أو جيد هدف هو أنت جيد الخطوة اللي بعدها شو وشو فينا كيف فينا نعزز هاي الأداء الجيد والخطوة إذا كان سيئ شو ممكن نعمل لنتفادة هذا الأداء السيئ ونتحسن أكتر وقت رواد خبرنا أكتر عن أنواع المقابلات كيف بدت تمام هلأ في عنا أربع أنواع للمقابلات خلينا نقول أربع أنواع بيجوا حسب الموظف يعني في عنا موظف خلينا نقول أداءه مرضي وقابل للترقية هذا الموظف أنا بس بديعمل مع مقابلة ما الهدف منه مثل طب طبلو قلو برافو عليك هذا الموظف يعرف أنه هو النجم بالشركة فأنا هدف أحكي معه شو الخطوات اللي بعدها كيف بدي رقيك كيف بدي طورك لأمين ما نوصل المقابلة الثانية هو الموظف الأداءه مرضي ولكن غير قابل للترقية قد يكون غير قابل للترقية هذا الشخص لنتيجة والله أنه ما في إله مثلا فرصة أنه يترقى أو هو مواصل لمرحلة أنه قدراته محدودة أو إمكانياته محدودة فما أنا ما أدر رقي هنا أنا هدفي أكسب ولا أهد الموظف عن طريق مكافآت عن طريق مثلا أني أعطيه شكر عن طريق أني أعطيه مثلا عززه أو أعطيه مثلا شروط دوام أريح النوع الثالث هو الغير مرضي أداءه غير مرضي ولكن قابل للتصليح الغير مرضي يعني هذا الشخص مضمن المعايير المطلوبة أداءه دون المستوى المطلوب فهن قابل للتصليح أنا شو يعني هدفي أعمل؟ أني حط قطة للتطوير أوكي بحاول وجه له النقاط الأساسية اللي عنده وين في عنده مشاكل وكيف ممكن نتفدها بخطة التطوير معينة آخر واحد هو الأداءه غير مرضي والغير قابل للترقية هاي غالبا ممكن المدير يتجنبها أنه ما بدي عملها للمقابلة هاي أو ممكن يتوجه بإنزار خطي أو كتابي للموظف نفسه أو ممكن يعملها بس بتجي مثل خلينا نقول على السبحانية على السريع ما بتنعمل ما بتاخد وقت مثل المقابلات اليابعة يعني بالعادة بحد الحاله المدير لحتى يقابل موظف جديد هلأ عم يعمل تقويم لموظف أصلا موجود عنده شوش الخطة تبعية المدير لازم تكون واتبدو يقابل هو هذا الموظف هلأ الخطة أول شي بدي يحدد المدير هذا الموظف من أي نوع حكينا عنه هلوه يقابل للترقية وأداءه مرضي وهلو مجرى ثاني موضوع هو بدي راجع أول شي المعايير اللي عنده بالشركة يعطيه متل علامة على كلمعيار هلأ هو مثلا بيتتبع أهداف إذا بيتتبعوا مثلا الإدارة بالأهداف فهو بيراجع إنجاز لموظفات وبالتالي بعد الإنجاز يحاول جيب بيانات واقعية موضوعية من أرض العمل هلوه مثلا بيتمدعوا معايير سلوكية فهو بحاجة ليجيب أمثلة واقعية من أو يراجع لأداء خلال قبل فترة التقييم لحتى يشوف المعايير السلوكية معينة في خطوة قبل ما نبلش بعملية المقابلة هي بتجي على العتق قسم إدارة الموارد البشرية اللي هي وضع معايير موضوعية للتقييم بحيث الموظف ما ينظلم وما يتعرض للمديره لعملية تقييم الأداء من إحدى مشاكله أنه ممكن يتحيز للمدير تاني شيء معايير تكون إلا علاقة بالعمل نفسه فهي بتصير عملية التعاون بين رؤساء الأقسام وقسم موارد البشرية لوضع هاي المعايير تبرواد كل أمتى يفترض أن يصير تقييم للموظفين وفي حال فار أي طارق للشركة أو المؤسسة كيف بيقدر كمان يتعامل مع المدير؟ بحسب طبيعة عمل الشركة وحسب ما بتختار الإداءة فيه شركات بتحب تتبع تقويم الأداء المستمر فبيكون تقويم الأداء على شكل شهري أو أسبوعي وهذا صار فيها النتجة وسائل تكنولوجية معينة مثل البرامج العلاقة بإدارة المشاريع سهلت على المدير يتابع أداء للموظفينه فيه شركات تقول لك أنه كل فترة ربعية وهي فترة جيدة أو نصف سنوية أو سنوية الشيء الطارق فيه المدير يعمل تقويم أداء بشكل طارق خاصة في حال شاف سلوك غير مرغوبة أو أداء غير مرغوبة من الموظف هون ساعات على المدير ضروري يتدخل بوقتها ويعطي التقييم الخاص بأداء وكيف مطلوبة وكيف ممكن يتفادى هذا الشيء خاصة إذا لم يريد الموظوع يتفاقم أكتر هي تصفي كرة التلج إذا تركتها تكبر 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 لآخر شيء ستوصل لعندي أزمة لازم يكون في وقت محدد بكل سنة مثلا كل شركة تحدد وقت التقييم أو التقييم اللي لازم يكون ولازم يحضر حاله الموظف لهذا التقييم أكيد أكيد التقييم هذا بيكون مثلا خلينا نقول إذا فترة سنوية فهو غالبا بيكون بشهر واحد أو بأواخر شهر واحد فهون على قسم موارد البشرية يبعد خلينا نقول مثل شيء خط مكتوب خد يكون إيميل أو خد يكون كتاب لكل الموظفين قبل بسبوعين على الأقل أخلى شيء لحتى يحضروا حالهم هنا أنه في عنا عملية تقييم أداء لأنه هي عملية غير مرغوبة يعني حتى الموظف بيحكى الهم المدير بيحكى الهم يعمله فضروري نحن نعمل هذا الموظول حتى الموظف أول شيء يحضر حاله لأنه هي عملية ما حتصر عملية المقابلة والله فرد لفرد نحكي مثل ما نحن عملت تشاور هون تحدث حصر فيه تشاور فالموظف بديكون محضر حاله جهز بحججة أو براهينه معينة ومبسل الشيء المدير يكون مجهز البيانات التبع الواقعية لحتى يفوت على مقابل تقييم الأداء بشكل واقعي وحتى قبل لازم كمان الموظف يكون عرفان على أي أساس يتقييم حتى يفوت هو يجهز محضر حاله نفسيا وحيحكي معي بالمحاور التالية كيف يعني على أي أساس؟ يعني أنا مثلاً موظف مبيعات هلأت حسب على تحقيق هدافي بالمبيعات هلأت حسب على عدد الشكاوي اللي بتوصل عليه أنا موظف مثلاً إدارة موارد بشرية هلأو حسب على مدى انضباطي بتطبيق الأنظمة هلأ حسب على مدى حصن تواصلي مع الأقسام الثاني هذول معايير بنسميهم بتقييم الأداء أنا كموظف لازم يعرفون ومديري لازم يعرفون مش هلنقدر نتحاور فيهم يمكن كمان رواد هو الموضوع مثل ما اذكرت ما كتير محبب للموظف لكن حتى الموظف بهمه يعرف أنه هو وين وصل بأداءه وقداش هو فعال يمكن بيكون عايش بروتين معين معه تعرف حاله وقداش هو عم يعطي صحيح 100 مئة بنفس الوقت هو كمان حبب يعرف حاله أنه وين وصل متراجع ولا متطور تماماً تماماً للموظف عندك الموظفين بتكون تفكر حالاً أنه أنا أدائي مرضي ورائع جداً تفاجأ أنه هي على المعيار أو على المصاعد الأهداف اللي يحطين لونيها هو أدائهم متراجع لورا فهو بحاجة لحتى يعرف هذا الموضوع حياناً العكس قد يكون الموظف مثلاً بحكي عدة شخصيات في شخصيات من الموظفين عندهم نظرة سلبية لحالهم أنا أدائي سيئ أنا أدائي منه غير المطلوب لما تجي مقابل تقييم الأداء ويعرف كيف هو عن جد حتى أول شيء سيعرفين هو موجود سيعرف توقع المدير منه المدير يكون حاطة نظرة معينة لأداءه وكيف لازم يكون أو سلوكه كيف لازم يكون أثناء العمل وبالتالي بيعرفه بشكل واقعي يعني بتحقق نجاح هاي هذا الموضوع بالنسبة للموظف وبالنسبة للمؤسسة تماماً للمدير واللمؤسسة أول شيء تخلق بيئة صحية من العمل بيئة فيها تواصل بين المدير وخلينا نقول موظفينه أو مرؤوسينه بنفس الوقت الموظف نفسه بيعرف شو توقعات الإدارة منه شو المطلوب منه يشتغل بكل فترة دورية كل ما كانت قارب كل ما كانت أحسن رغم أنه غير محببة للمديرات الفترات القصيرة لتقويم الأداء وبنفس الوقت المدير بيرتقاه أنه ما بيضل عنده هم أنه ممكن والله تساعده أزمات إذا بيضل عب يتابع عطول بها العملية الدورية بيضل يضمن أن الموظف ماشي على السكة الصحيحة نعم كمان يعني من بعد ما يتم تقييم الموظفين ذكرت لنا أنه يمكن يتحسن أداءهم ويتكافؤوا يمكن على هالأداء الجيد أما إذا كانت نتيجتهم شوي ما نمنيحة ممكن يتم أعطاءهم يمكن دورات معينة لحتى يتطوروا أكتر هون بقى دور المدير كيف لازم يتخذ هالخطوات اللازمة للموظف يعني ممكن يستغني عن الموظف خاصة إذا كان عدد كبير من الموظفين يلي عاشوا بفترة روتينية ضمن العمل ومعا بيتطوروا ممكن ينعمل كورسات لحتى يتطوروا أكتر هالموظفين أممكن أنه يتم الاستغناء عنه هلا بنجي حسب موضوع تقييم الأداء إذا أنا عملت عدة فترات وكان أداء الموظف غير مرضي أنا ساعتها مرتين ثلاثة بعد الإنزار الأول والإنزار الثاني والعقوبات ساعتها بالطرق فسطو حسب قانون العمل أما إذا أنا مثلا هاد الموظف أول مرة غلط فممكن أتتبع مثلا أسليف تدريب معينة قد أضع له جلسات تدريب فردية قد أضعه بدورات قد أضعه بتدريب عملي قد أضعه تدوير وظيفي تدوير وظيفي يعني أنا حط يتغير مكانه تمام يتغير مكان عمله من مكان لمكان قد أضعه مثلا محاضرات خارجية قد أضعه بفرقة عمل تانية خليه يكتسب منه خبرة جديدة يكسر الروتين بدي أعرف أنا شو الخلل عنده هذا الشخص من الخلل ساعة أبدأ لإقترح حلول لهيك صارت الشركات تعمل شي أنه يكون بمقابل تقييم الأداء مو بس المدير والموظف كون في طرف ثالث هذا الطرف خلينا نقول حيادي وصامت موظف إدارة الموارد البشرية هذا بين قسم إدارة الموارد البشرية يكون موجود لأي يقدر يأبدأ حلول هذا ما هو يقدر يعطي وسائل فعالة أكثر ويمكن يستثمر الشي اللي بحبه هذا الموظف يعني ممكن مثل ما قالت حضرتك أنه ينقله من مكان إلى مكان يعني كمان هاي حل أعطيكي مثال مثلا أحد الأشخاص اللي بعرفه ما بيحب يتعلم بضمن جو تدريبة ما بيحب العمل الجماعي طبيعة عمله نوعا ما إنعزالي فوقت يجينا منه نعمل له خطة تطوير كان معظم مدير حطه بالكورس الفلاني يعمل له كذا حطه بالفريق الفلاني لأنه أنا قلت له أهدي شوي خلينا نواقف هذا الشخص بقال مقابل ما حولت وإنطيقات شخصية خلينا نحطه بكورسات أونلاين هم مبسط كورسات أونلاين لأنه تعليم ذاتي تعلم عن طريقه سنننصحه بكتب ننصحه بمقالات معينة أداؤه فرق بالفترة التقييم اللي بعدها حتى المدير يلمس فرق بأداؤه التأخير عن الدوام صار شيء شبه معدوم تسليمه للتقارير بموعدة صار موجود النسبة الدقة عنده صارت عالي بتقاريره استخدامه للبرامج الكمبيوتر اللي كانت مطلوبة اللي كان عنده فيه مشكلة فيها مثلا كان يقال له أعطيني التقارير المعين يسرد عليه في ساعتين هلأ صار فيه سرعة هلأ صار فيه سرعة نصدق أو أي معلومة بيطلعوا ليها المدير خاصة من هذا الشخص كان شغلته خلينا نقوم بإستخراج بيانات من القواعد بيانات عنده وإعطاء الإدارة لاتخاذها قرار يعني كثير مهمة هذه المرحلة رواد وهالتقييم بكل المؤسسات وبكل الشركات وأيضا بكل حتى وسائل الإعلام وأيضا كافة القطاعات مهم كثير تقييم الأداء نحن نشكرا كثير على هذه المعلومات اللي عطيتنا ياه اليوم وإن شاء الله أكيد تم الاستفادة منها لكل اللي عم يتابعنا وبيهموا هذا الموضوع شكرا للكم شكرا لوقاتكم نشكر المشاهدين على الحضور نتمنى يكون في دناهم شكرا كثير لإلك وللمعلومات اللي عطتنا ياها ميسان هلأ صار وقت